شعب البحرين وقرموا سيادته بل انتهكوا ودخلوا وشاركوا في قتل المواطنين وجمجمت الشهيد أحمد فرحان شاهية على ذلك فقد بقيت أثرا إلى يوم القيامة على هذا العدوان الذي شنه السعوديون والإماراتيون في ذلك اليوم الأسود ذلك العدوان هو الذي شجع الخليفيين على الاعتداء على دوار لؤلاء وقتل عدد من المشاركين فيه المعتصمين في ذلك المكان مع ذلك فشل السعوديون ودخلوا في مشاكل عديدة فمن مشكية ومن مصيبة إلى أخرى من اليمن إلى داخل السعودية إلى الآن السعوديون ينتفضون في مناطق عديدة ونرى كل يوم هناك من يتحدث عن ضرورة تغيير في السعودية وأيضا نرى كيف أن البيت السعودي ينشق على نفسه فقام هذا الدكتاتور باعتقال أعمامه وبني عمومته ليستأثر بسلطة وحده كل ذلك أظن أنه بسبب دماء شهداء البحرين التي سفكها هؤلاء الطوات السعوديون ولذلك شعب البحرين لن ينسى هذلك اليوم الأسود وسيظل يواجه هذه العصابة المجرمة التي تحكمه بالنار والحديد وسيظل صامدا في ميادينه حتى يحقق النص ويهزم هؤلاء الطواغيط ترجمة نانسي قنقر